السلام عليكم التلميذ والتلميذات متتبع قناة أخبار الوظيفة اليوم إن شاء الله سنتحدث لكم في هذا الفيديو عن موعد الدخول المدرسي برسم سنة 2014-2025 إذن حسب إعلان من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة تنطلق السنة الدراسية يوم الاثنين الثاني من شهر شتنبر من سنة 2024 هنا يلتحق أطر وموظفو هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرف التربية الوطنية وأطر مستشار التوجيه والتخطيط التربوي وأطر المختصين التربويين والاجتماعيين والأطر الإدارية المشتركة بين الوزارات بجميع درجاتهم بمقرارات عملهم يوم الاثنين الثاني من شهر شتنبر من سنة 2024 أما أطر التدريس يلتحقون بمقرارات عملهم يوم الثلاثة الثالث من شهر شتنبر من سنة 2024 بالنسبة للتلاميذ والتلميذات وأطفال التعليم الأولي غاديل تحقوب المؤسسات التعليمية والوحدات المدرسية وفق التواريخ التالية الأربعة الرابع من شهر شتنبر التعليم الأولي بمستويه والسنة الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي السنة الأولى من سلك التعليم الثانوي الإعدادي ثم الجزء المشترك من سلك التعليم الثانوي التأهيلي أما يوم الخميس الخامس من شهر شتنبر غيرتحق السنة الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي ثم السنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي إضافة إلى السنة الأولى باكالوريا من سلك التعليم الثانوي التأهيلي في حين يوم السادس من شهر شتنبر من سنة الفاني واربع عشرون يلتحق السنة الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي ثم السنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي إضافة إلى السنة الثانية باكروريا من سلك التعليم الثانوي التأهيلي لكن يلتحق التلميذات والتلميذ بالأقصام الدراسية حيث يعني تنطلق الدراسة بشكل فعلي وإلزامي يعني في هذه الحالة ضرورية تكون الدراسة بشكل فعلي وإلزامي خلال هذا التاريخ يوم الاثنين التاسع من شهر شتنبر من سنة 2014 بالنسبة من التعليم الأولي وأسلق التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ثم الاثنين الثالث من شهر شتنبر من سنة 2014 بالنسبة الأقصام التربية غير النظامية وقصام الفرصة الثانية إذن هذا هو تاريخ الدخول المدرس برسم سنة 2014-2025 قبل الختم كنتمنى الفيديونا لإعجابكم لا تستطيع الدعم الاشتراك وتقوم بتفعيل زر الجرس لسيلكم أي وجديد